تدوينات كنا قد تحدثنا وتوقفنا عن قضية عند مسألة إن الإنسان عنده طموح معين أخذ السلة انتقى من هذه السلة بدأ يفرز وبدأ يخطو خطوات عملية تجاه تحقيق هذا الطموح كيف يعرف إنه ماشي صح كيف يعرف إن خطوطه مش مائلة يحتاج مصاطر معينة يحتاج توجيهات في لوحات في إرشادات حتى لا يرتطم هذا الطموح على صخرة الاجتهادات الخاطئة يعني اليوم خلنا ناخذ مصطرة وحدة في خطوط أخرى لازم يشتغل عليها من ضمنها خط الإنضاج وتكلمنا عليه المرة الماضية لكن بكل تدوينة الخاصة اليوم بنتكلم عن تدوينة سميتها مصفوفة النجاحات وممكن سميها محطات النجازات وإن كنت أميل إلى مسمى مصفوفة النجاحات مصفوفة النجاحات اللي أقصد فيها أن كل صاحب طموح كل صاحب مبادرة كل صاحب مشروع لابد أن يكون عنده مصطرة مبكرة لنجاحاته يمرحل فيها نجاحاته قبل أن تأتي يعرف ويصف ملامح من صحة العبارة نجاحاته بشكل مبكر حتى يستطيع أنه يمرحلها ويستهدفها ويجعلها معينة عليه للنجاح وليس مربكة لف مشروعه ومبادرته معينة له أنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل صحيح وسليم وليس عبارة عن نجاحات لأن بعض النجاحات أبو بدر تجعل الإنسان يغرز من صحة العبارة تجعله يعني يعتقد أنه قاعد يتقدم وهو في مكانه راوح عزيب وهي نجاحات لكنها نجاحات مضللة خلنا نجيها في المصطرة تكون أوضح لكن خلعتك لمحة لها وكنت شويقة لما بعدها أنها عبارة عن النجاحات لما تكون نجاحات ليست بحجم الذي يقود للطموح ونستغرق في تلك النجاحات ونكرر من تلك النجاحات لا شك إنها نجاحات يعني أعتبر إنسان غرز في مكان هو صحيح ما فشل صحيح قد يكون عند الآخرين أنه قاعد يسوي شيء لكن الحقيقة في مسيرها للطموح له واقف يعني المستوى مستوى اعتباره نجاح مرتبط بمستوى يعني الرضا مرتبط ليس بالنجاح وإنما بتحقيق الطموح أو السير إليه نعم والسير إليه يحتاج أن يحقق نجاحات وهذه النجاحات تحتاج إلى مرحلية ومصطرة التي ذكرناها والتي نعرضها بعد قليل أولا قبل يعني نروح للمصطرة لازم نعرف أن الإنجازات والنجاحات هي عبارة عن مستويات صنفتها على أساس أنها نجاحات ذات مستوى صغير أو إنجازات صغيرة إنجازات ونجاحات متوسطة إنجازات ونجاحات كبيرة وهذه الإنجازات والنجاحات بهذه التصنيفات هي التي تمر علينا في مصطرتنا وخلن نقول مصطرتنا هالمرة مقاسها سنتين سنتين خلنخليها سنتين نعم مستوى يعني كمقاس معتدل نستطيع نسقط عليه نجاحاتنا وإنجازاتنا خلال هذه السنتين ونطبق فكرتنا خلال هذه المصطرة هذه الإنجازات يعني لها مميزات ولها يعني من تستهوي من فعلا يعني يرى أنها نجاح وليش سبب يعني هذه النجاحات قد تكون مربكة في بعض الأحيان النجاحات الصغيرة أو المحطات الصغيرة عادة تستهوي وتستهدف وترضي العامة ومجالس الإدارة أو من في حكمها الغير قريبة اللي ما يبقى قريبة من كيناتها اللي ما يبقى قريبة من كيناتها النجاحات الصغيرة هذه يصفقون لها ويطبلون لها نصحة العمل هذا مجلس إدارة يعقد كل مثلا سبت شهور مرة ما في مشكلة كم متى يعقد إشكاليته هل هو قريب قريب من الكيان بالشكل المطلوب ولا لا أحد مؤشرات بعده قربه هو انعقاده كم مرة لا شك لا شك فرحانيين والله شفنا لكم حسابكم في تويتر نشيط والله احنا فرحنا بالتوزيع اللي سويتوه نجاحات صغيرة قد تكون مرضية لهم لا تسمع مو فقط كده مرضية وهيذا الاشكالي إنها فقط تكون مرضية قد يستغرقون موارد نبغى زيادة موارد الجمعية أو الكيانة أو المؤسسة زين في هذه النجاحات وبالتالي نغرز هنا وما نصعد لتحقيق الطموح وتحقيق البوصلة والأهداف اللي مستهدفينها ورسمناها هذا على مستوى الانجازات الصغيرة اللي قد تكون أحيانا مصيدة جدا ممتع ما نقول النجاحات الصغيرة سيئة بالعكس هي محطة من محطات الاكتفاع بها مشكلة الاستغراق فيها الاستغراق فيها نعم أخذت مواردنا المالية والوقت والجهد وتعظيمها زين أكثر كمنجزات يعني ايه أكثر مما تستحق فيه المنجزات المتوسطة وهذه عادة تستهدف وترضي العامة بطبيعة الحال ومجالس الإدارة القريبة وغير القريبة وفريق العمل لكن البطل صاحب الشغف لا ترضيه لا الانجازات الصغيرة والنجاحات الصغيرة ولا الانجازات المتوسطة والنجاحات المتوسطة ولا يراها شيء ولا يعتد بها بل بعض الأحيان يكون غير متبني لها وخاصة صغيرة غير متبني وتجد المفاجأة أن بالذات صح بالشغف والمتطلع والملتزم بطموحها قد تجده أنه هذه الانجازات وهذه الطموحات يرى أن الثناءات التي تصدر تجاهها ليس في محلها وهذه سطحية جدا جدا وتجده أيضا يستنكر عليهم بعض الأحيان طبعا هذا الموقف خلنا نقول المتشدد نحو النجاحات الصغيرة والانجازات الصغيرة غير سليم من البطل وصاحب الشغف وأيضا اللي نخاف منه أن يسترق فيها طبعا غير سليم بتاتا وقولا واحدا أن يسترق فيها إذن أن بعض الأبطال ينجرف مع المجالس الغير قريبة وينجرف مع العامة وتصفيقها لهذه النجاحات فيسترق فيها ويغرز فيها من صحة العبارة فالاهتمام المبالغ فيه خطأ والإهمال أيضا خطأ ما نقول الاهتمام مهم الاستغراق فيها الاستغراق نعم خطأ لا شك ممتاز هذه على مستوى النجاحات الصغيرة أي المتوسطة تستهدف الفريق العمل وتستهدف العامة وترضيهم وأيضا المجالس القريبة والبعيدة أيضا بس المفاجأة أن العامة قد يكون حلاوة الإنجازات الصغيرة عندهم أحسن ذائقتها عندهم أكثر من حلاوة الإنجازات الكبيرة في بعض الأحيان ومشد المسوّغ هنا؟ المسوّغ أن الإنجازات الصغيرة في بعض الأحيان هي عبارة عن إنجازات هي دائما تكون في ليست في ما يقال عنه في صلب العمل أو ما يذكر باللغة الإنجليزية في الكور بيزنس عادة هي تكون في مستوى الأداء وفي مستوى الجانب المباشر الالتماس المباشر يعني مرتبط بالمستفيدين وليس في صانع النجاح نفسه وفي معظم النجاح الإنجازات الصغيرة دائما ما تكون يعني تستهدف معظمات النجاح اللي هي مثلا نوعية فريق العمل استقطبناه اللي هي مثلا في بعض الأحيان في نوعية أيضا الشراكة اللي حققناها فقد تكون توقيع شراكة هي إنجاح متوسط قد يصفق لك العامة عليها المجتمع بشكل عام لكن لا يراها إنجاز يستحقنك حتى تتحدث عنه يعني أنا وزعت مثلا أنا جمعية بر وزعنا بعض الإعانات هذا نجاحات صغيرة في وجه غير أي يفرح تفرح العامة بها ويحتفون ويشكرون وجيتهم بعد شهرين ثلاثة قلت لهم بشركم في بشارة اش صار والله إحنا حطينا نظام اكتروني لتصنيف المستفيدين وسهل عليكم العملية بس كده بعدين قال وبس وبعدين ويرى نجاح قد يرى نجاح لكنه لا نعم لا يتفاعل مو زي إن إحنا سوينا ووزعنا وجينا لا شك لا شك لا شك البطل لا يحقق رضى الكامل عنده إلا الإنجازات الكبيرة وهذه ميزة ومشكلة لا شك وبنأخذها في الرحلة بعد شوي ليش ميزة وليش مشكلة جميل يعني والمفاجأة الأكبر أن الإنجازات الكبيرة في الغالب زين هي قد ترضي البطل لكن قد لا يراها لا المجلس ولا الفريق العامل بضحانها إنجازات كبيرة وهي في الحقيقة إنجازات كبيرة هذه مشكلة إيش تعريف المنجز الكبير أو تلخصنا بس المنجز الصغير ما هو المتوسط ما هو والكبير ما هو بس على عجل المنجز الصغير عادة اللي هو في الغالب هو من الأدوار المساندة أو من الأدوار اللي تخدم في المجال أو الأدوار المطلوبة منك أصلاً ابتداءاً لكنها ليس بطريقة لا مبتكرة ولا قيمة مضافة هذه عادة الإنجازات صغيرة ومباشرة للجمهور ويصن مباشرة ومن أدوارك المطلوبة منك الإنجازات المتوسطة عادة هي التي تكون أما خدمة أو تقديمك للدور أو الأدوار اللي مطلوبة منك بطريقة مبتكرة أو قيمة مضافة أو عبارة عن تحقيق أما شركات أو استقطابات توسع توسع بطريقة مهنية وصحيحة ومخطط لها وحققت يعني المبتغة منها تقليل تكلفة في جزئية معينة مثلاً هذه إنجازات متوسطة أنا أعتبر إنجازات متوسطة لكن طبعاً يرونها الآخرين شيء آخر مختلف طيب الإنجازات الكبيرة ومنظارنا وميكروسكوبنا اليوم مختلف عن الزوايا اللي رأى بها الآخرون نحن نراها من زاوية المصطرة التي نتحدث بها نعم حتى نسقط النجاحات في المصطرة نفسها بطريقة صحيحة نحن ما نراها بمنظار المحتفي بها صاحب المحتفي بها طيب النجاح الكبير عبارة عن النجاح منية تحتية عبارة عن رقم واحد إذا تحققت الاستقام في الكيان وخاصة في قضايا الهيكل والاستدامة هل أمور هذه نعم يعني تخيل البطل جاي مبسوط أنجل سوينا هيكل ويتناظرون كذا وبعدين ما في شيء إذا استقرغي الهيكل وليس سوينا هيكل لما يقول البطل أنا سكمت الهيكل اللي بنناه بشكل صحيح بالكامل هذا البطل يرى ترى النجاح كبير المجالس في بعض الأحيان زين وفريق العمل زين قد لا يرونه أما العامة قولا واحدا لا يرونه لا يرونه شيء مايرونه شيء قد لا يرونه أصلا تدار لا يخبرون به حتى لو أخبروا لا يرونه لا يرونه أنه إنجازا كبير ما يشعرون فيه تحدي ما يشعرون ما يشعرون بقيمته أصلا على المنظمة مثلا لما تحقق معززات استدامة ولما تحدث عن استدامة ليس الاستدامة المالية فقط الاستدامة بمفهومها العام وليس بمفهومها الخاص عند البطل هذا إنجاز كبير والله بعض المجالستعي وبعضها قد لا تعي وقد تعي جزء منه قد لا تعي كاملا وبعض فرق العمل أيضا قد تعي وقد لا تعي بشكل كامل لكن في الغالب البطل والقائد اللي قاعد يقود الدفة لا يعي وقد يكون البطل هو رئيس المجلس وقد يكون البطل هو المدير التنفيذي ما حددنا منه البطل وهذا يعكس يعني ويفسر لنا أحيانا احتفاء مثلا مدينة معينة صغيرة عندهم جمعية يتناقلون فيها صور ملتقم سوينها في حديقة ولكن لو يحتفون بها لكن لا حد يتناقل صورة الوقف اللي تهم من شيئنا الجمعية اللي في استدامة وقد ما يكون خبر ذوبال أبدا يعني لا يتناقلونها بينما المدير أو البطل أو كذا مبسوط ولا يشير إلا لهذه هذا طبيعي وهذا طبيعي طبيعي ولازم نستوعب ذلك لا يذك صدرك أهم شيء أن البطل مصطرته لا تغتبك الله ويرتب إنجازاته بشكل صحيح جميل هذا المهم قبل لا نصل للمصطرة أيضا كنت في نقاش مع أحد يعني الأبطال المعروفين أصحاب يعني الرؤية والنظر والقيادة المميزة يقول محمد فعلا مصروفة النجاح عندك توني أنت يقول حصل نجاح عندي في منظمتي أنا ما كان لأي دور فيه بس ربطت الجهة الفلانية بالجهة الفلانية وكانت الجهة الأخرى وجهة شرفية كبرى مع الجهة صاحبة مشروع وهو في كيانة كان وسيط يقول يعني أنا في وجهة نظر أنا ما سويت شيء اللهم ما ربط يقول جاني احتفاء جاني كما يقال باللغة الإنجليزية كريدت يعني مكاسب أكثر من نجاحاتنا سويناها ثانية ما حد رأى ولا احتفاء يعني الجهة المشرفة احتفت والجهة المنفذة وصاحبة المشروع احتفت وأنا ما أشوف أني بس ربطت وصدت مضلة لهذه الفكرة فقط لا أكثر يعني هذه الخطوة هو عندك بطل وهو حقيقي في تقييمه صحيح ترى هي عبارة عن نجاح إما صغير أو متوسط لكن ما ترتقيه كبير لكن عند الجهة المشرفة ترى كبير وعند الجهة اللي نفذت ورتبطت بالجهة الوسيطة هذه ترى كبير واضح؟ يعني حتى زوايا النجاحات مختلفة أنا يهمني وخلال حديثنا اليوم مصطرة البطل في كيانة تصنيفه هو وليس تصنيف المحتفين الآخرين كما ذكرت جميل ماذا أيضا في هذا الإطار؟ طيب المصطرة سنتين الآن أنا وجهة نظاي اللي أنا أطرحها دائم بشكل كبير أن يا بطل يا من تقود هذه المنشأة يا من تقود نحو طموح أو نحو بوصلتك أو نحو أهدافك غتب مصطرة نجاحاتك وإنجازاتك وعلى فكرة هذه المصطرة اللي أنا أتكلم عنها اليوم وهذه المصوفة أنا أتحدث فيها من خمس سنوات بس أول مرة يعني أسوي عليها يعني مختمرة التفكرة عندك مختمرة الفكرة عرضت على كثير من الأبطال أهلهم فيها يعني كثير منهم قال غيرت حياتي جميل على المصطر المهني على المصطر المهني هذه المصطرة زين أنا أرى أنها ترتب كالتالي الإنجازات الصغيرة كم رحلة في السنتين ستة شهور ثلاث أربع يعني خلي نقول ستة خنقسمها ثلاثة شهور ثلاثة شهور ثلاثة شهور أحسن حتى نضبط الإيقاح جميل زين جميل المفترض أن الإنجاز الصغير يكون على الأقل كل ثلاثة شهور يكون عندك إجاز صغير أيها البطن كل ثلاثة شهور خصوصا أول سنتين من انطلاقك علشان ما يقولون هذا مو بيشتغل وجود البنيات الصغيرة من النجاحات لهم مكاسب كثيرة صحة واحد مما كاسبها استقطاب للمتطوعين يشوفون فيه نجاح واحد منها استقطاب للموارد المالية صح واحد منها لأن هذا اللي يقنع المجتمع والعامة هذه اللي هي ريحة نعم لا ريحة زكية زين هذا اللي يعني يؤثر فيهم ويبقي من أن المنظمة تتنفس هل تصدق ذلك نعم أيضا هو عبارة عن مسابير مسبار لتجربة بعض المبادرات اللي قد تكون مستقبلا هي مجال كامل للمنظمة وبوصل كامل للمنظمة هذا الصغير اللي ولد نمونة نمونة نصحة العبارة تست اختبار واضح واضح جميل فأقل تقدير يكون عندنا نجاح صغير كل ثلاثة أشهر تجربتك الشخصية أنت يعني مستغرة واضحة كنت أتحدث فيها من عام 2007 تقريبا أو 2000 خلقكم بدقة 2009 تقريبا نمونة كنت أتحدث فيها لكني بدأت أقدمها حولتها عرض بوروينت يعني أقدمها من 2000 كجلسات استشارية كجلسات استشارية طبعا ما وثقت مثل هذا اللقاء أبدا يمكن نقل من خمس ست سنوات فهي مختمرة عندي وأثق في دور وأثر هذا المستغل من يطبقها بعد توفيق الله سبحان الله إذن كل ثلاثة شهور المفترض يكون عندك إنجاز صغير صحيح تمام بعد كذا يكون عنده إنجاز كل ستة شهور متوسط على أقل تقديم كل ستة شهور متوسط متوسط يعني خلال مصطرة السنتين يكون عنده أربع إنجازات متوسطة جميل كم يكون عنده صغير إذا قلنا كل ثلاثة شهور فعنده فعنده يعني ثمان إنجازات صغيرة في السنتين وأربع إنجازات متوسطة في السنتين في السنتين طيب وكم إنجاز كبير على الأقل إنجاز واحد واحد هذا طبعا الحد الأدنى الأرقام اللي نقولها الحد الأدنى أي الحد الرائع طبعا ما في سقف هو السقف في الاستراق فقط ما في سقف زين أن يكون ضعف هذه الأدات يعني أن يكون عندي الحد أن يكون كل ثلاثة شهور على الأقل إنجازين صغيرات وكل ثلاثة شهور إنجاز متوسط واحد وكل سنة إنجاز كبير على أقل تقدير تقدير كل قدرة بظروفة أنا كثير من اللي يستمعون أقول يا أخي إحنا عندنا إنجاز كبير يا أخي كل ما يمر كل ثلاثة شهور عندنا إنجاز كبير أنا أقول أتحدى ذلك ليس كبيرة ليس كبيرة إذا جينا بمصطرة البطن بمصطرة المسؤولية البطن ومسؤولية قيادتها لدفة الكيان وتموضع النجاحات داخل الكيان يصعب أن تكون النجاحات الكبيرة بهذه الأدات بانونات لا قد تكون نجاحات حقيقية لكنها المقياس الحقيقي لها هي مقياس محتفين وليس مقياس تموضع حقيقي داخل المنظمات لو قلنا البطل انشغل بهذه المنجزات الصغيرة فقط ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيحدث؟ على مستوى الناس؟ على مستوى السمعة؟ على مستوى الموارد؟ إذن اللي بيحصل أن الإنجازات يتذوق حلاوتها والحلاوة هذه وينها جاية من؟ ينتقل هو من حقيقة الإنجاز إلى متعة الإنجاز الله وهذه أخطر شيء يقع فيه الأبطال لذلك يسر الله وسوينا تدوينه عن كيف نتخلص من حاسة التذوق نسد شهيتها عن الأشياء الصغيرة لأن إذا تذوق بحاسة غيره الله زين الناس اللي تصفق مدسداره مبسوط نعم إذا تذوق بحاسة غيره اعرف أنه الدخل في الانحراف عن مساره شميع وأصبح هو قيد زين المجتمع لا قيد المطلوب منه وبالتالي تصبح كياناتنا تسترق في قضايا إدارة الأزمة واستهلاك الموارد وردت فعل ودود أفعال هذه تدوينة ذهبية أبو أحمد لما يحدث في من أحداث المجتمع ودود أفعال ويكون هو يجيب على السؤال ماذا يريدون وليس ماذا يحتاجون وليس ماذا أيضا يتطلعون وليس ماذا يتطلعون نعم ما نصير في في مساحة أن نحن نساهم في القيادة أنا ما أتحدث أن نكون عوصية أبدا لكن لا بد أن يكون لنا دور ومشاركة يعني مع مجتمعنا في إنجاحهم ونقلهم من مرحلة إلى مرحلة الكينات إذا فقط والمنشآت والجمعيات بتكون فقط لإدارة الأزمة هذه لن تتواكب حتى مع خطط البلد حتى مع تطلعات المسؤولين في البلد حتى مع صناعة نموذج جديد ومشاركة حقيقية في التنمية هذا ما رح يكون بل أخشى أن يعني نكون أحد معطلين التنمية إذا تجهنا لفقط حاسة التذوق وحاسة التذوق اللي قاعدنا نستشعرها من الآخرين ونغرز زي ما قلنا في بداية حديث نغرز ونستغرق في النجاحات الصغيرة هذا يفسرنا أبو محمد أحيانا أنك تجي لجهة من الجهات عندها نجاحات وناس مبسوطة وسمعتها رائعة ومميزة مشى البطل عنها البطل اللي عنده حاسة التذوق النجاحات بذائقة الآخرين لما راح وجاء واحد بطل منطقي واقعي منهجي اللي قاعد حوسة اللي قاعد ما في شي ولقا ألف باء إدارة ألف باء مؤسسية غير موجودة لا استدامة لا هيكلة لا والأخطر من ذلك ألف باء فريق غير مناسب غير مناسب ليه لأن استقطبنا فريق يناسب النجاحات هذه الصغيرة جبنا فريق على المقاس وعادة هذول يكون مواصفات البط وليس مواصفات السقور هذه حلقة تدوينة بناخدها إن شاء الله بإذن الله يكون مواصفات البط ومواصفات السقور أتبع فقط وفريق البط ما يصنع إنجازات كبيرة لا يحلق علي أبداً لا يحلق بتاتاً لا يحلق بتاتاً طيب فضل أن يحلق علي قلنا هذا جبنا واحد ما يرى هذه نجاحة صغيرة ولا تشغلوني فيها ولا حتى ترسلون لتقرير عنها أنا شغال على نجاح كبير ومشتغل عليه وليل نهار على هذا المنجز الكبير ومر شهر شهرين مجاسي دارة ما عشفنا شي سبت شهور وجسنه وأراد أن يحتفي بهذا المنجز الكبير ما هو السيناريو المتوقع؟ السيناريو المتوقع صادم صادم شغال رجال شغال أبو محمد حتى لو كان شغال صادم جداً بس قبل أن نصل لها الصدمة أستأذنك أكمل في الصغيرة الأشكالية في الإنجازات الصغيرة إذا استرقنا فيها خلنا نتصوى المصطرح زي القارب وقاعدين نحط الثقل في اتجاه واحد شو اللي يصير؟ يميل يميل وقد يغنق نعم زي ما ذكعت قبل قليل صحيح أن الكيانات الغير ربحية والخيرية والتطوعية ما تسقط لكنها تتعطل وتفشل وتنحرف وترتبك نحن لا نريد هذا يتعرف لذلك سوينا المصطرحة الإنجازات هذه فالاستغراق في النجاحات الصغيرة يسوي لنا هذا الخلل والميول وقد يكون الغرق لا قدر الله طيب لو جينا للحالة اللي انذكرتها وش ممكن يحصل؟ قائد يعني قاعد مركز كل وقته ما يشوف إلا إنجازه الكبير لا يعترف لا يعترف بالإنجازات الصغيرة أحسنت لا يعترف بالإنجازات المتوسطة بعد زين؟ حتى لو أظهر ذلك هو حقيقة ذاته هو ما يرى إلا الإنجاز اللي موجود عشانه واللي مفرغ وقته عشانه وشغفه وقاعد يشوف الإنجاز وهو حقيقة قاعد يشوف الإنجاز وماشي صح قد يكون زين؟ لكن لم يكن وأقصد في ماشي صح أنه ماشي في الطريق المستقيم اللي يؤدي إلى أن يحقق إنجازه لكن ما هو يعني مستحضر لسبب أو لآخر قد يكون قل خبرة قد يكون إصرار على إنجازه الكبير وعدم اعترافه بأنواع ومقاسات الإنجازات الأخرى قد يكون هذا الإصرار للذهاب والسير في خط مستقيم الصادم وشي اللي يصير يا أبو بدر أنه بعد مضي ثمانية شهور من هذا الإصرار أو ستة شهور يبدأ العامة يبتعدون ويتقاذفون التعام بالتقصير نعم وفي خلل والمنظمة هذه ما تسوي شيء والجمعية هذه ما تسوي شيء تتلعبون نعم بعد مضي قرابة السنة يبدأ الضجر عند المجلس وخاصة المجالس البعيدة زين نضغطين بعد مضي قرابة الأربعة شهر الستعشر شهر والثمانتعشر شهر الفريق نفسه المحيط بهذا البطل كثير منهم يبدأ هو نفسه يؤمن بنظرية العامة ونظرية المجلس وتحدثهم وسماعهم من العامة يبدأ يؤمن أن فعلا أنهم ليسوا على الطريق الصحيح وأنهم مو قاعدين يسويوا شيء وأنه وشي اللي حصل الكارثة اللي تحصل في الغالب إما أن الفريق ينسحب يبدأ ينسحب واحدة للآخر أو كلاهما المجلس يستغني عن البطل يعني يعتذروا مننا يعتذروا مننا لا وخاصة أنت على فكرة الإنجاز الكبير مو قاعدين يشوفونه بعض الأحيان فهم مو قاعدين هو قاعد يتحدث عن جانب وخاصة إذا كان البطل يعني من العصاميين ولا يجيد تسويق فكرة وأيضا بوصلته والإنجاز والنجاح اللي متجه إلى تحقيقه فالغالب الصبر المجلس ولا يتجاوز الفترة التي أنا ذكر سنة 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 ونص يعني إلا إذا استطاع أن يقنعهم بإنجاز أو نجاح في ذاك الوقت ذكرتني محمد صراحة بعض الجهات يجيك مبسوط أنه ما أخذين لآيزو والبطل قطع قلب عشان يأخذ شهادة آيزو أو اعتماد مؤسسي أو اعتماد أكاديمي أو أي أن كان ما أحد يحس فيه جدا ولا أحد لا العامة ولا المجالس البعيدة كما ذكرت فما يرون هذا شيء وبعدين يقولون وصار على كذا ما وزعنا ما سوينا ما أعطينا ما في تغذية راجعة هل هذه من المنجزات أيضا التي جدا وقد ما يرونها وقد تكون إنجاز كبير في بعض الأحيان أنا شهدت في مشروع كنا نعمله في يعني أنك تحصل على شهادة معينة بعد ثلاث سنوات من الإجراءات أي ثلاث سنوات على الأقل فما كان فريق العمل عند قدرة على أنه يصف للناس أين نحن يعني ترى قطعنا كذا سوينا كذا إحنا في الغالب نطلب من الناس عطونا 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 قالوا يا أخي أشغلونا دولا أشغلونا عطونا أشوفنا منكم شيء قبيل المنجز تم إعفاء المسؤول عن الفريق الكل السبب أنه ما سوي شيء والحقيقة أنه يعني شارف هو صنع كل شيء كل شيء فعلى افتتاح الغابة كانت بذور نبتت سقاها وسقاها فريق العمل جاء شخص بعده يجيد تسويق النجاحات وإعداد التقارير فأنا أقول يعني هناك من هو ملام في هذه القصة يعني في أطراف ملامة يعني البطل ملام وأيضا من أقال البطل ملام طيب أنا ما راح أتدخل في المعطيات الأخ بغض النظر هي ملامة أو غير ملامة عندي مصطرة أنا يهمني الآن من مصطرة البطل أني أهل فيها أنا أستهدف في المصطرة وعي البطل لا وعي غيرها جميل وعي البطل هو الأهم عندي في هذه المرحلة لأنه هو اللي أستطيع أنني يعني أستهدف بهذا الوعي أنقله وأنقله في هذا الوعي البقية عددهم كبير ومستويات الوعي عندهم مختلفة وقد لا يتطلب الحال أنهم يكونون بهذا المستوى من الوعي لكن البطل يتطلب أن يكون عنده مصطرة للنجاحات يأخذ هذه التدوينة كفيتاميل لجهازه المناعي ضد مثل هذه الأشياء وكيف هو يتعامل معه أو زي ما يقول لأخوان البصيين يأخذها حلقة في يدنا أي تمام يعني يأخذها خط أساس لنجاحها طيب وش المفتر يسوي الآن أنا مركز على هدف كبير يجب أني أصنع النجاحات صغيرة هذا هو الفكرة الآن أنه يمشي بالمستوى الذي ذكرناه سابقا أنه يمرحل نجاحاته دعني أكمل الصدمة التي ممكن تصير أيضا هل تعرف ببدر أنه قد لا يقيل البطل قد لا ينسحب الفريق يجاملون البطل يجلسون أو يعني مسترزقين وقد المجلس يتحمل هل تعرف أنه ممكن البطل هو ينسحب أو ش اللي يخليه لأنه صدم بعدم وعي الآخرين أنا وين وانتم وين وين هذه فما يكم المسيغة صح لأنه مبواعي شسمه بأذواق الآخرين أو مبواعي أيضا أن في شيء مهم يا أبو بدر لازم نعيه أن البطل يبقى بشع ويبقى أن النجاحات الصريعة ومتوفر الصطة محفزات ومخرجاتها محفزات أخرى إضافية له تعزز عنده مساحة أكبر من الأكسجين اللي يساعده أنه يستمر في الغوص لفترة أطول حتى يصل لللؤلؤة الله في قاع البحر جميل جميل شغفه لوحده ما هو الاصطوان الكافية أنه يصل لهذه اللؤلؤة جميل جميل يبقى بشع يا أبو بدر يعني النجاحات الصغيرة وعوائدها ومكتسباتها النجاحات المتوسطة وعوائدها ومكتسباتها هي للبطل تشحنه تشحن استوانة الكسجيل عنده إذا افترضنا أنه نازل يبغى وفي القاع يبغى يستهدف لؤلؤة في قاع البحر يا سلام إذا استوانت الغاز غير كافية يختنق أو يضطر أنه يرجع يا الله حتى يصل للمكنون الحقيقي جميل علما أن هذه اللؤلؤة نرجع نقول قد لا تقدر بالثمن الحقيقي لها حتى لما يوصلها حتى لما يوصلها يعني البطل يبغي وهذا اللي نحن استهدف وقد يكون فيه لقاع عندنا نخليه تدوينه خاصة اسمه الوعي القيادي الوعي القيادي نعم ينبغي أن يعمل على جانب الوعي عنده إذا كان فعلا يتطل أنه يكون قائد ناجح يحقق نجاحات يستطيع التعامل مع كل الأحوال وكل التحديات كما ذكرنا سابقا ومع كل أنواع الوعي حتى المحيط به من مجالس وعي فريق وعي مجتمع يستطيع التعاطي معه بشكل صحيح فلا نستهتب قضية جانب رفع الوعي طيب ننتقل لحالة أخرى بعد ذلك في المصطعة المنجز اللي استهدف البطل قد يكون تحقق من أول خطوة وإحنا ذكرنا قبل قليل في مطلع مقدمتك في اللقاء عن اللقاء السابق عن قضية الطموحات أن الطموح يتحقق عند الجهات الناشئة والتي تبنيه بشكل صحيح من ستة شهور إلى سنة ونصر طيب تحقق في ستة شهور لأولا الطموح الكبير صح هل هذا حالة صحية أنا أقولك هي في ظاهرها أنه قد شيء يكون عظيم وكبير لكنه إذا ما تعطيناها بشكل صحيح وإذا كان نلقى البطل والقاء وعية غير صحيح غير ناضج قد تتحول إلى حالة صحية سيئة واحد من الشكاليات اللي قد تحصل زين أن مو فقط ما عد يعترف بالنجاحات الصغيرة والمتوسطة لا يصبح هذا النجاح بعد فترة يقزمه ويطالب بنجاحات أعظم وهذه تحدي كبير وغير منطقي بعض الأحيان تحدي كبير في مرحلة ومصطغة عمرية للمنظمة لا زالت مبكرة ينهكها ينهيها جدا وينهك ذاته طيب شي سوي صح هنا يجي الوعي هنا يجي الوعي واحد من الوعي أنه يوزن النجاح بوزنها الصحيح ترى كبير قد يكون عندك أنت بس المجتمع ترى ما قيمة بالتقييم اللي أنت قاعد تقييمة به الشيء الآخر ترى ممكن النجاح صغير اللي ما ترى الشيء يوازيها النجاح الكبير اللي أنت ما تراه أو مستهتربة كما يقال هذا النجاح الصغير لأنه عند العام ما يرونك كبير وقد يكون أكبر من نجاحك اللي ترى عظيم واللي حدث في أول انطلاقة الكيان أو انطلاقة مسترتك إذا كان الكيان قديم لكن أنت وكماسك صح فقد يكون هذا النجاح الصغير أو المتوسط قد يكون أعظم عندهم أكبر فعليه أن 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 يدرك ويرسم مصطرته بشكل صحيح وأن لا يربك مصطرته زي ما قلنا عن القائد اللي يستغرق في النجاح الصغير ويكثر منها أن لا يجعل النجاح الكبير معيق له لتحقيق نجاحات صغيرة وكبيرة أخرى إذا قلنا أنه يستغرق في النجاحات الصغيرة نقول له أيضا أن لا تستغرق في حفلة النجاح الكبير جدا وأن لا ترفع سقف الطموح مبكرة ترى خضير رفع سقف الطموح بشكل مبكر وخاصة لما تشوف أول إنجاز ويكون إنجاز عظيم بالنسبة لك وتقييمه بشكل إنه إنجاز كبير أنت يا صاحب الشغف يا البطل لا يجعل هذا معطل للإنجازات الأخيرة أنت تدفق يعني ممكن ونتكون مفق لا برمج مصطرتك زين مع وجود هذا الإنجاز الكبير إنجاز متوسط صغير كل ثلاث أشهور إنجاز متوسط كل ستة أشهور وإن زدت في ذلك لست مع نظرية التطور يعني أقصد التطور بالحتمية الارتفاع عن المستوى اللي تصل إليه أعلى 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 لازم نعي يعني يعني أحياني يقول أبو محمد ليش أنزل أنا يا أخي إيش التفاهة هذه أنا صاحب يعني خاصة إذا بدأ يعني هذا المنجز يبتلعه حتى في هويته إذا جي عرف عن نفسه يقول أنا صاحب اللي سويت أنا اللي فهو يصعب عليه ترى يا أبو محمد أنه ينزل أنه ينزل نحن نقول من الوعي القيادي لا ترى النزول هذا هو تزود هو هو الواقع هو الصواب هو الصح هل هذا مقصدك؟ طبعا أنت نظرت له نزول أنا أرى شيء آخر ليس نزولا هذا من الوعي القيادي أرسلت شكرا لك أنا أرى نزولا شكرا أصلا من الوعي الإنسان نحن للوعي كثير خلنا يجعلين نجازاتنا أن الإنسان لما يرفع زين من وعية في الإنجازات والنجاحات زين يستطيع يموضع تقدم كيانة تقدم كيانة مو مرتبط بإنجاز واحد حتى أنه كان عظيم وكبير مو مرتبط به ليس هو مرتبط بقضية أن تقدم كياني أنه مرتبط أني حققت إنجاز يشعر به الآخرين ولا ما يشعر أشعر به أنا ولا لا تقدم كياني قد يكون عبر خطوات بطيئة قصيرة لكنها فاعلة وفي التجاهة صحيحة ومهنية ومؤسسية تتقدم وهي في حقيقتها صحيحة لكننا لم نفرمج بعضها هنا وما أدخلناها في مستغتنا لأنها أصبحت من المتطلب الأساسي الأساسي اللي أصبح ما يرى حتى من كل المستويات لكنها في الحقيقة اللبنات لابد منها لابد منها وهي تصنع مراحل نمو داخل المنظمة وتغير من مواقع التموضع للمنظمة هذه اللبنات فهين يجي القائد اللي رفع من وعيه واستحضر آلية هذه المستغ وكيف تعمل وكيف أسقط نجاحتي خلال مراحل مستغتي اللي قلناها خلنا نحن نحددها في سنتين سنتين خلال سنتين خلال سنتين طيب هل معناها أبو محمد أني أنا كمجلس إدارة يجب أن أصبر على القائد سنتين إذا إرهاصاتها إرهاصات نجاحاتها جيدة ما أطالبه ما أستعجل النتائج للقائد طبعا القائد هو نفس يحتاج وعي لو قلنا أن تتحدث معا عن أعضاء مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة هم يحتاجون لا شك وعي لكننا لسنا بصدده اليوم ذلك أنا قلت لك المعطيات الأخرى من استبعدها المجتمع القائد الجهة المشرفة إمكانات الموارد هذه سنتحدث فقط عن القائد ووعيه بهذه المصطحة ولا لا شك لا شك في بعض القادة ليسوا وعين ينقذهم قادة أعلى منهم وعين جميل لكن هذا لا أتحدث عنه اليوم أنا أتحدث عن وعي المسؤول عن مصطرة الإنجازات ومصطرة النجاحات وإلا لا شك وشفناها مجالس وقادة أخذوا بأيديه اللي استقطب جاك ويلش وكان له دور كبير في نجاحه جاك ويلش خاصة ببداياته على سبيل المثال وش أيضا فيما يتعلق بالمصطرة إذا فيه توصيات معينة في استدراكات جميل يعني حتى ما نطيل في هذا الجانب كثيرا يعني خصوصا اللقاء امتد من الأشياء اللي ينبغي مراعاتها أن الإنسان يتجه دائم حتى يريح نفسه للمعايير وهذا يرفع من الواعي ترى ويستحضر معاييرها الشخصية ومعايير مجلسه ومعايير الناس المتبط معهم مثل مجلسه ورئيس المجلس اللجنة التنفيذية اللجانة الموجودة عنده فريق العمل المجتمع يستطيع يصنع يعني خلطة خلطة تساعده بشكل كبير أنه يجيد التعاطي مع الإنجازات بشكل لا يربك ويصبح عنده من القدرة والمهنية العالية في ترتيب الإنجازات وحتى يعني القدرة على تموضع الإنجاز ومعرفة يعني تقييم الإنجاز من مشاهدينه والمحتفين به ومن المباشرين له الفريق عمله وهو يستطيع يقيم بشكل صحيح له يعني أنا أعطيك المثال في قادة اللي ارتفع عندهم الوعي وشفتهم أنا أصبح يدرك أن هذا الإنجاز إنجاز ليس كبيرا وليس في المستوى اللي يتطلع لا هو ولا الفريق ولا حتى يمكن المجلس لكن يعرف أن هذا الإنجاز يعني يجر احتفاء المجتمع احتفاء مثلا لو قلنا الجانب الإعلامي في المجتمع كبير به تقال لما يقف ويتحدث عن هذا الإنجاز يتحدث وهو فخور به كما ينبغي أن يتحدث به جميل لكن لما تيجي تبغى هي قيمة لا تلقاه هي قيمة ويموضع بشكل صحيح إذن هو هنا عذر عن مقاطعة هنا القاعد نقول إنه وعي وعيه سليم ممكن يذكر بعض الأحبة يقول هل هو يعتبر هنا يقول ما ما يخالف له هو الحقيقة يرى أن المجتمع محتفي بالإنجاز اللي يرونه واجب من واجبات المنظمة اللي يعمل فيها فهو يقدم لها بالشكل اللي يوضي ذائقتهم يقدم لهم هذا الإنجاز بالطريقة اللي يرونها حققت التطلعات لهذه المنظمة زين وهو يبقى هو وفريقه ومجلسه وشركاءه كما يقال خلف الكويس في المكاتب الخلفية في المطبخ يطبخون الوجبات والإنجازات اللي أكثر يعني تأثيراً وأكثر أثراً على منظمته إذن هو يشعر يظهر الشعور الذي يتناسب مع شهور جمهورة نعم ويظهر التقييم الذي يتناسب مع تقييم فريقة ينظر بمنظار المصطرة وليس بمنظار الجمهور لا شك وهذا مهم جداً وهذا فعلاً يحتاج أن القائد يكون عنده وعي بمثل هذه المصطرة من المصاطر وذلك أنا إذا تدوين أتحدث بها اليوم أقول اجعل لك دائماً مصطرة لا تعمل بدون مصاطر المصطرة وخاصة من يعي ما أقصد المصطرة تجعد لك سلم للصعود بعد ثوفيق الله سبحانه وتعالى وتعرف أين أنت وين أنت رايح تساعدك بشكل كبير وتقلل من أخفاقاتك وخاصة إذا كانت هذه المصطرة مصطرة لإنجازاتك ونجاعتك جميل جميل يا محمد يعني مسقطات على الحياة العادية أحيانا الإنسان يسوي برنامج العيالة وخلاص هو حاجز لهم مكان يرحون لهم مكان جميل وتعبان ويا الله حجزه ودافع فيه مبلغ ومسوي هناك مثلا شوي فالطريق نصف ساعة كل الطريق ما سوى فعاليات لا جاب بسكوت ولا سوى شيء اللي هي النجاح السخير وقاعد يشوفي الإنجاز وملينا تعبنا طفشنا وفرحان من الداخل فيه شيء بريكم إياه اللي نام واللي تهاوش واللي مدري إيش وفتح ووصلوا يلا ترى شوفوا أحد يم وطفشنين لا لا وقد يكون يختلف معهم وما يكمل البشوار ما يكمل ويزعل وقد ينزل جنب الخط ويقول هذا اللي كده برغوح لبس بيقفل خلاص إي نعم ضاق صدره شوف يعني حتى على المستوى الشخص جدا بينما لو خلاص وعنده هدف عنده مفاجأة كبرى تعب من أجلها وإن شاء الله من بسطون وجاب لهم شيء أبسطهم في الطريق بسطهم يعني هي حياتية ومهنية في نفس الوقت ممكن يستخدمها لذلك القائد اللي وعي عالي لابد أن يكون وهو ينظر إلى هدفه الكبير ينظر بنظارة مقربة تجعله ما يفقد استمرار نظره على الهدف لكن في نفس الوقت هذه النظارة ما يستخدمها للأهداف ومراحل الخطوات القائمة والحالية الآن والقصيرة استخدام نفس النظارة خليك تستغرق وقد يجعلك ما ترى ما تشوف ما تشوف شكراً يا محمد تدوينة أخيرة أخذتها من كلامك أن النجاحات الصغيرة هي أكسوجين الغواص التي تعينه بعد الله سبحانه وتعالى أن يصد إلى درة إنجازاته الكبرى بإذن الله شكراً أمم محمد شكراً لك الله يبعد هذه الحلقة برعاية مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية ترجمة نانسي قنقر